ازا مالك على جانب اخر فقائمته طبعا عرضناها لحضراتكم بالامس وسافرت بالفعل الى كينيا ازا مالك النهاردة طالب الاتحاد الافريقي لكرة القدم انه يعرف انه لعبته يرتدوا الشارات السوداء على ادرعهم حدادا للكابتن ايهاب جلال رحمة الله عليه وده نفس الطلب اللي كان تقدم به قبليه نادي بيرامدز اللي دربه ايضا الكابتن ايهاب جلال والرد هيوصل من الاتحاد الافريقي لكرة القدم غدا وانا توقع بشكل طبيعي ان يتم الموافقة على هذا الامر باعتبار ان الموضوع تم قبل المباراة بأيام ففي مساحة كمان لمناقشة الامر والاستقرار عليه راضي عن صفقات فريقك انت يا اهلاوي وانت يا زمالكاوي راضي متطمن قبل ماتش 27 متطمن للموسم بارتباطات ناديك المختلفة كل نادي حسب ارتباطاته ولا عندك تحفظات ابعتلينا برضو هنستنى تعليقاتك على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة الزمالك اذا للتذكرة في الموسم عموما محمد صبحي محمد عواد محمود الشناوي عمر عبد العزيز السفقات الجديدة اللي فيها مش تلعب الماتشات الاولانية اللي بتاعت اللي جايين دول اللي هم اولهم في كينيا عمر جابر حمزة المثلوسي احمد محمود الوينش مصطفى الزناري حسام عبد المجيد احمد مجدي ده مركز ربما لم يتم تحسينه او تطويره او الاضافة عليه بتكلم على قلب الدفاع احمد فتوح في القائمة طبعا وخلال ايام طبعا انتوا عارفين اولى جلسات محاكمته حسن ابو المعاطي اللاعب الشاب في مركز ظاهير الايصر بنتايك الظاهير الايصر المنضم هو ومحمد حمدي حديثا الى القلعة البيضاء في الوسط دونجا زياد كمال محمد شحاتة محمد السيد احمد حمدي يرجع بالسلام ان شاء الله سيد عبدالله محمد عاطف ايشو عبدالله السعيد ناصر ماهر شيكابالا زيزو مصطفى شلبي وكنرد مشالك في الهجوم سيف الجزيري العائب من الاعارة حسام اشرف ناصر منسي سامسون اكينيولا الذي لا يستطيع الزمالك حتى الان اخراجه وعمر فرج المنضم حديثا هو وسيد ان دياي اللي بيلعب تحت السن ودي سفقات جديدة اخر اسمين مع كونرد اشتركوا في القناة